ما هي الوسائل التي تعين على ترك التدخين ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم الدخان حرام وأدلت تحريمه كثيرة ولسنا بصددها الآن فكتب شيخنا علي الحلبي كتابا سمى حكم الدين في اللحية والتدخين وكتب مرع الكرمي وهو من علماء طول كرم وكان مسؤول مشيخة الحديث في الأزهر وكتب كتاب تحقيق البرهان في شارب الدخان وحققه شيخنا مشهور حسن وبيّن حرمته كلام طويل في الدخان وتتابع العلماء المعاصرون على الإفتاء بحرمة الدخان وإن كان هناك من خالف لكن الأكثر والغالب والمجتهر بيان حرمة الدخان لكن الأخ يقول ما هي الوسيلة في تركه أكثر وسيلة عين أكثر وسيلة عين إخواني في الله على ترك المعاصي عامة والدخان والدخان خاصة الذي جاءنا إلى المسجد وكان قد وصل إلى ما يقارب سن الثلاثين وهو يمتلئ بالدخان حتى أنه يجعل الدخان في الجرابين في الجورب فيقول له لماذا قال أخشى أن أنقطع يعني هذا احتياط المحطوط هنا الآن أبالغ كذا أجاب هذا الاحتياط وفي البيت عندي كروزين احتياط وفي الشغل عندي عشان ما أنقطع ثم إذا به يقول سأتركه لله فإذا بأحد الحاضر يقول وين تترك وفعلا تركه مباشرة ولم يرجع إليه وأذكر أيضا شخصا آخر كان معنا في رحلة العمر وكان حديث عهد بتوبة فأعطيت درسا عن حرمة الدخان ومساوئ الدخان فأمسك بعلبة الدخان أمام الناس وقال أشهدكم أيها الناس أني تركته ولن أرجع إليه بمشيئة الله ثم أمسك به ورمعه فقال أصحابه ممن حولك وين تترك الدخان قال تركته لله وفعلا من ذلك الوقت إلى هذا اليوم نقابله وقد مضى أكثر من خمسة عشر سنة والحمد لله ترك الدخان أنا أقول هذا حتى لا يقول قائل لا أنا مدمن وبقدرش لا عليك أن تنوي لله ثانيا البيئة وبإذن الله ستكون من التاركين ترجمة نانسي قنقر